بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا الكريم ننتقل إلى الدرس الثالث والعشرون خلق الإيثار حفى ديننا الحنيف على مكارم الأخلاق وقد جاءت الكثير من الآيات والأحاديث التي تعنى بهذه الأخلاق كالشجاعة والصدق والأمانة والعفة وغيرها من مكارم الأخلاق وقد امتدح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الأخلاق في أخلاقه في القرآن الكريم والسنة النبوية فكان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن ومن هذه الأخلاق خلق الإيثار يظهر لنا المثال الموجود أعلى الصفحة مفهوم الإيثار أقرأ وأتأمل قررت إدارة المدرسة استحاب طلبتها في رحلة مدرسية فرغب علي وأحمد أن يذهب فيها ولكن أباهما لم يوافق لأنه لا يستطيع دفع التكاليف الرحلة إلا لأحدهما فآثر كل منهما أخاه على نفسه وقال ليذهب أخي هذه المرة وأنا أذهب مرة أخرى بما تصف موقف علي وأحمد بالإيثار دعونا الآن نتعرف على مفهوم الإيثار من خلال القصة نستنتج أن الإيثار معناه أن يقدم المرء غيره على نفسه في جلب النفع له أو دفع الضر عنه وقد حث الإسلام على خلق الإيثار وهون ممكن نحط سؤال علل لأنه يدفع المسلم إلى أن يشعر بحاجة الناس فيقدمها على حاجته فالمسلم أعزاء الطلبة عندما يقدم حاجات الآخرين ومطالبهم على نفسه فمعنى ذلك أنه يشعر بحاجاتهم وهذا يزيد المحبة والألفة بين أبناء المجتمع الواحد ومن الأمثلة التي ذكرت في الكتاب على خلق الإيثار أن الله تعالى قد امتدح الأنصار من أهل المدينة المنورة وأثنى عليهم وذلك لأنهم آثر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه المهاجرين حينما هاجروا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ويظهر ذلك من خلال أولا استقبالهم لهم أحسن استقبال ثانيا مقاسمتهم لهم أموالهم ومساكنهم ومزارعهم وثالثا أنهم آثروهم على أنفسهم مع أنهم كانوا فقراء وقد ذكر في القرآن الكريم ما يدل على ذلك في قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومعنى خصاصة أي حاجة وفقر ونجد هنا أن كلمة خصاصة فيها تأكيد على أهمية هذا الخلق ننتقل الآن إلى بعض المواقف التي تبين لنا خلق الإيثار أول هذه المواقف أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة والبردة هي كساء أسود من صوف يلتحف به وكانت تريد أن تهديها للنبي صلى الله عليه وسلم فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ولبسها لأنها أعجبت فرآها عليه أحد الصحابة رضوان الله عليهم فطلبه من النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياها الرسول صلى الله عليه وسلم ومن المواقف التي تبين لنا أيضا خلق الإيثار إصرار أبو بكر الصديق رضي الله عنه في حادثة الهجرة عندما هاجر هو والنبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة على أن يدخل غار ثور قبل النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن يكون في الغار شيء يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا من الأمثلة التي ذكرت في الكتاب والتي تبين لنا خلق الإيثار هو قدوم ضيف إلى الرسول الله صلى الله عليه وسلم فاصطحبه الصحاب الجليل أبو طلح الأنصار رضي الله عنه إلى بيته ولم يكن عنده من الطعام إلا ما يكفيه هو وعائلته فانتظر حتى نام أولاده الصغار وطلب من زوجته أن تهيئ الطعام للضيف وقال لها تظاهر أنك تصلحين السراج فأطفئيه ففعلت ذلك وجلس أبو طلح رضي الله عنه مع الضيف يهمه أنه يأكل معه وهو لا يأكل حتى يأكل الضيف ويشبع من الطعام وبات أبو طلح رضي الله عنه وزوجته وأولاده جوعا في تلك الليلة وقد أخبر جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم بما فعله أبو طلح وزوجته مع الضيف فسر النبي عليه الصلاة والسلام بفعلهما ودعا لهما بالخير والبركة وكان لهما ذلك وأبلغ أبو طلح أن الله تعالى رضي عن فعلهما مواقف أبو طلح رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ولا بد لنا هنا أن نستذكر بعض هذه المواقف فهو رضي الله عنه الذي أقام النبي صلى الله عليه وسلم عنده سبعة أشهر حتى بني بيته ومسجده وكان أيضا له موقف عظيم هو وزوجته في حادثة الإفك حيث قال إنها كذب فأنزل الله سبحانه وتعالى فيهما قوله تعالى لولا إذ سمعتموه وظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين صدق الله العظيم ننتقل الآن إلى أفكر الموجودة صفحة 82 أين ظهر خلق الإثار في موقف الصحاب الجليل أبي طلحة مع ضيفه؟ الجواب عندما طلب من زوجته أن تجهز الطعام للضيف ولم يكن عنده إلا عشاء ما يكفيه هو وأهل بيته وعندما طلب من زوجته أن تطفئ السيراج حتى يأكل الضيف فيشبع ننتقل الآن إلى آثار الإثار وفوائده لخلق الإثار آثار وفوائد عدة نذكر منها أولا نزع الحقد والحسد من القلب وأيضا الغيرة ثانيا نشر المودة والمحبة والألفة بين الناس وبالتالي جعل المجتمع قوي متماسك يحب بعضه بعض ويسوده الأمن والوفاق ننتقل إلى أختبر معلوماتي صفحة 83 السؤال الأول استنتج معنى الإثار الإثار أن يقدم المرء غيره على نفسه في جلب الخير له ودفع الضر عن السؤال الثاني أذكر الموقف الذي ظهر فيه إثار أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم على نفسه عندما أصر على الدخول إلى غار ثور قبل النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الهجرة مخافة أن يكون في الغار شيء يؤذيه السؤال الثالث أبين فضل الإثار وأهميته من قصة الصحاب الجليل أبي طلحة رضى الله تعالى عن صاحب خلق الإثار ومحبة الناس له السؤال الرابع أذكر أثرا لخلق الإثار في المجتمع جعل المجتمع قويا متماسكا يحب بعضه بعضا السؤال الخامس أضع كلمة صحيح أمام العبارة التي تمثل خلق الإثار وكلمة خطأ أمام العبارة التي لا تمثله ألف لم يطعم علي زميله الفقير شيئا من قطعة الحلوى التي اشتراها من المقصف المدرسي عندما كان ينظر إليه خطأ با أعلنت معلمة المدرسة الإذاعية عن حملة تبرعات للطالبات الفقيرات في المدرسة فتبرعت أسماء بمصروفها اليومي صحيح جيم آثرت منا ابنة عمتها هدى وأعطتها لعبتها صحيح السؤال الخداعي شكرا